أنا عايزة كده حضراتكم يعني أخدكم لهذه الوقعة أو القصة أو يعني ما حدث مع شبكة فاكس نيوز الأمريكية إيه اللي حصل؟ فاكس نيوز الحقيقة عندها مراسل وطبعا ذكرت أنه الجيش الإسرائيلي لم يظهر أيا من الأنفاق أو الأسرة التي دعا وجودهم مرارا وتكرارا أسفل مستشفى الشفا بقطاع غزة المحاصر هي إيه الحكاية؟ الحكاية أنه فاكس نيوز المراسل بتاعها كان موجود في قطاع غزة ودخل مع الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفا وعملوا اقتحام وهو شارح الموضوع وقايل أنه زي ما أنتوا شايفين على الشاشة قايل أنه هم لا شافوا أسرة ولا شافوا أنفاق تحت المستشفى ولا شافوا أي حاجة ونشر فيديو وقيل أنه الجيش الإسرائيلي كمان شال الفيديو يعني الفيديو ده علشان ما إيه محدش يتابعه هناك في إسرائيل وقال حتى أنه لم يجري أي مقابلة مع المرضى يعني تخيل أنت داخل المستشفى أو مع الأطباء اللي كانوا موجودين طبعا للمرضى والأطباء الموجودين فلسطينيين فطبيعي جدا هو مش هيعمل أي مقابلة معهم لكن على الأقل أنه مراسل فاكس نيوز حتى حاطت داع على إكس على إكس اللي هو كان تويتر حاطت داع وقايل بأنه ما كانش فيه أي أنفاق ولا أي شيء يثبت بأن هناك مقاومة أو أنه فيه أسرة أو أنه فيه أي شيء خالص موجود رغم هذا الاقتحام وذكر كمان وأنه هو موجود معاهم في المستشفى كان بيسمع أصوات وضربي يعني ده واضح أنه كان بيتم قصف أشياء داخل المستشفى الغريب أن أنت عندك في قطاع غزة يعني ما يزيد عن 82 مستشفى فهل هذا الجنان حيبقى موجود أنه يتم قصف كل هذه المستشفيات وفي الآخر ما بيطلعش حاجة زي ما أنتم شايفين على الشاشة ده المراسل بتاع فاكس نيوز وهو بيتجول وبيؤكد بأنه ما كانش فيه حاجة في المستشفى ولا كان فيه أنفاق ولا كان فيه أي يعني جهاد ولا كان فيه أسلحة ولا كان فيه أي حاجة يعني ولا أسرة ولا كان فيه أي شيء موجود في المستشفى وذكر تحديدا سواء على تويتر أو من خلال يعني وهو بيراسل محاطة فاكس نيوز بأنه كما ادعى الجيش الإسرائيلي وأنا هنا شايفة أنه كما ادعى لأنه هذا جيش يجذب طول الوقت يعني وواضح أنه المراسل ما قدرش بقى أنه هو كمان يغير الحقيقة يعني لأنه هو أكيد كمراسل كان متصور أنه حيبقى عنده صبق إعلامي حيدخل بقى يلاقي نفأ يلاقي بقى أسلحة يلاقي أسرة فبالتالي بقى يطلع بقى يعمل يعني صبق صحفي كبير ويتكلموا عنه فما لقاش أي حاجة فما لقاش أي شيء فده بيؤكد منهم ليهم يعني فاكس نيوز الأمريكية بتؤكد كذب الجيش الإفتراء والإعلام الكاذب وأيضا يعني كل الأشياء اللي بتحصل على الأرض من المحتلة الغاشم كلها كذبة